أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من علاقات تاريخية وعمق مساراتها والتي عكستها وحدة المواقف ومتانة الروابط ونوها سموه بما تحظى به العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين من حرص واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة لدى زيارة سموه جناح المملكة العربية السعودية في إطار مشاركته في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 26 حيث أشار سموه إلى حرص مملكة البحرين مواصلة جهودها وفق مخرجات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمواصلة البناء على ما تحقق بما يصب في ضمان الأمن البيئي وجرى خلال اللقاء مناقشة أخر المستجدات على الصعيد البيئي ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في هذا الشأن ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام بتطوير العلاقات البحرينية السعودية والدفع بها نحو مجالات أوسع بما يحقق النماء والازدهار للجميع اشتركوا في القناة